أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم ضيفنا الأخ حكمة أبن كثير مفسر القرآن وحلقتنا المفروض تكون عن آيات إرهابية رقم 6 ولكن أنا اللي شايفه أخوي حكمة للساعة ما شاف المسيج وفي انتظار الأخ حكمة فأسفين يا جماعة ما تأخذونا أنا رح أساوي تشك على الأخ حكمة يا حكمة لا تخجلنا انظر إلى الرسائل طبعا أخونا حكمة مش هنة ولا أخونا حكمة شاف على كلهم في انتظارك حكمة في انتظارك حكمة طبعا أصدقائي مثل ما بتعرفو حلقتنا رح تكون جانا أخونا حكمة عقل حلقتنا رح تكون عن آيات إرهابية قلنا بالبداية نرحب الأخ حكمة أهلا وسهلا فيك حكمة ابن كثير أبا الحكمة حلوك حول هل تسمعوني معك معك أنا أقول خلونا الرحب الأخ حكمة أهلا وسهلا بك ابن كثير حبيبي أنا متأسف شوي يعني ساعة تسعة أعتقد هل يعني ما مدخرت بس ما شفتك إنك بعض هنجاو دست شفتها أوكي أنا معك لحظات بس لحظات أجيب نظارك وأكون معك ولا يهم جيبنا الضارتك وعمل أهوة والشباب هون يعني خلينا نرحب لشبابنا موجودين على الشات آسف أصدقائي آسف شوي دخدعني طبعا مرحب الأخ رياض والأخ إبراهيم آآ صلاح الأخ جانو ورحب فيكم أهلا وسهلا فيكم واصدقائي آآ حكمة الممثل كبير آآ أنا أنا لما ما أتوقع أنه حكمة ممثل يعني ما بعرف إذا شفتها بأي أدوار تمثيلية آخونا رياض ما بعرفين على كل آآ أخونا رياض عم بيقلك حكمة أهلا من ذكا حكمة الممثل الكبير أنت بتمثل من ورايا ولا إيه ما أعرف عني قصد شنو ممثل كبير صراحة ما أدري شو ما قصده يعني اليوم كنا قاعدين أنا قاعدين كنا أنا وإياه وآآ ورانا وبعض الأخو الأخوات يعني هنقرب كنا قاعدين نحكي مع بعض فإيش قصده بالتمثيل صراحة ما أعرف على كل أنا أظن أظن هو شاف المقطع لما لما عملت وراحت فيها يعني يمكن إذا يقصدها يمكن إيه أكيد أظن أظن طيب حكمة اليوم متل ما بنعرف أخوي أنه حلقتنا رح تكون عن آيات إرهابية للحلقة السادسة عن آيات الإرهابية شو بتخبرنا؟ أوكي إحنا طبعا حتش هنا عدد حلقات عن آيات الإرهابية وأخذنا بعض الصور اللي بتتكلم عن الآيات اللي تدعو إلى القتل والإرهاب بالدين الإسلامي وإحنا فندناها كلها بالآيات وكلها من تفسير ابن كثير وأنا لا أتي غير ابن كثير حتى أحاول بالقصص أجيب تفسيرات ابن كثير حياة محمد تفسير ابن كثير كل شيء يعني أجيب تفسير ابن كثير لأنه يعتبر أصح التفسيرات بالإسلام لذلك أعتمد عليه حتى مثل ما يقول أمسكه من رأسه يعني للدين ما أمسكه من دينه يعني هذا يقول لي هذا مفسر ضعيف هذا يقول لي حديث ضعيف ما عرف إيش أنا ما أتجأ إلا إلا التفاسير المعترف بيها والأحاديث المعترف بيها إذا ما لقيت البخاري ومسلم سألاقي النساء والنساء وأبو داود مثلا الحديث الحسنة مثلا أستشير بزولة يعني أو ما أجيب حديث أو أجيب تفسير لعمل لقيت التفسير من كثير سألاقي الأطبري القرطبي ممكن أجيب ذولة فهنا عندنا اليوم سورة البقرة الآية 193 واللي تقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين هذه الآية طبعا واضح من كلامها إنه تدعو إلى القتال يعني حتى لا تصير فتنة يعني هنا طبعا الآية هنا جاي على أكثر شيء جاي على المسلمين نفسهم يعني يقول يعني حتى لو قاتلوا بعض المهم اللازم الإسلام ينتشر ما تصير فتنة يعني رح يقرأ التفسير نشوف هنا شيء يقول ثم أمر الله بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة ولكن مكان آخر أنا قاري إنه حتى المسلمين بيناتهم ممكن يتباتلوا حتى يبقى الدين فقد لله على كل حال أي شرك قاله ابن عباس يعني هنا يقصد الفتنة يعني الشرك قاله ابن عباس وزيد بن أسلم ويكون الدين لله أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان كما ثابت في الصحيحين هنا إنه يقولك يعني مهم شو تسوي المهم الدين هو يكون المسيطر يعني مثلا الناس يدعون إلى عبادة الأبقار مثلا فأنت لازم يتحاربهم حتى تثبت إنه دينك هو الصح ناس يهود تحاربهم حتى يكون الدين ما لك هو الصح ناس مسيحيين تحاربهم لكي تثبت إنه دينك هو الصح وهذا الكلام أحكيه بدلائل يعني الدليل على هذا الشيء انتشار الإسلام في كل ربوع آسيا وكثير من أفريقيا وأوروبا وحتى حدود الصين هذا ما جوي يعني هم اللي غزوا يعني مثلا إسبانيا مغزت الأندلس مغزت مكة يعني يعني في الوصين مضحكة لو ندوي الكلام يعني ما ركض وراه لحد الأندلس مثلا على كل حال كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال سعي للنبي عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل غياء أي ذلك في سبيل الله يعني أشخاص يعني سئله الرسول يقول له أشخاص يقاتلون أنه شجعان حضروا أشخاص عندهم مثل ما يقول غيرة على الدين وقفوا يشوفون نفسهم يعني إنه يشوفون أنه مقاتل يعني قال أي واحد في سبيل الله يا رسول الله فقال من قاتل إن تكون كلمة الله هي العليا يعني شوف مجرد إنه تريد تخلي كلمة الله هي العليا تقاتل يعني مو هم هذا الشخص مختلفوا إياك يعني ما تعترف بالاختلاف لازم يكون كلمة الله هي العليا يعني فهنا إليك حق أن تقاتلهم من قاتل يكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحقها وحسابهم وحسابهم على الله يعني حديث صحيحين يعني يقول إنه إذا قاتلت إنه تخلي كلمة حتى يقول لا إله يعني لازم تجبرهم يقولوا هذه الكلمة يعني إذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم يعني ما سيبقى بشيء إذا ما قالوها أقتلهم أنسفهم يعني وقول الله فعلا فلا عدوان إلا على الظالمين يعني إذا بطلوا يعني آمنوا أوكي ما آمنوا يعني جابوها النفس ما يقولوا على نفسها جنة براقش يعني يعني الظالمين يقصدهم ذولا لماذا يعنون كلمة اللهية العليا فالعدوان رح يجع عليهم يعني الهجوم رح يجع عليهم وهذا معنى قول مجاهد أن لا يقاتل إلا ما قاتل أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك يعني إذا بطلوا خلصهم من الشرك يعني باعتبار أنت تعتبر نفسك جاي من الإله وأي واحد يعاندك يعني خلص إلك حق قاتله يعني باعتبارك أنت باسم مطوض من الله أنه تقتل أي واحد مخالف إليه فلا عدوانه عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان ها هنا المعاقبة والمقاتلة مثل ما أنا قلت يعني والظالم العدوان شنو يعني المعاقبة والمقاتلة يعني التعاقبة والقاتلة يعني كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال الله هو جزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقلتم فعاقبوا مثل ما عاقلتم به ولهذا قال عكرمة وقتاد الظالم الذي أبى أن لا يقول لا إله إلا الله يعني يعني الذي أبى أن يقول الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله يعني هو هذا الظالم يعني شنو يتقاتل وقال البخاري قوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة الآية حدثها محمد بن مشار عن عمعن ابن عمر قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس ضيعوا وأنت 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 ابن عمر وصاحب النبي فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني إن الله حرم مدام أخي قال ألم يقول الله لنا يعني يكونش خاص حتى هو يا ابن وأنت ابن عمر وصاحب النبي يعني أنت ابن عمر بن الخطاب يعني هاي جايحشون في فتنة عبد الله بن الزبير أعتقد قال أنت ابن عمر بن الخطاب وصاحبه للنبي يعني ليش ليش ما تطلع قال يمنعني الله يمنعني فقال يمنعني إن الله حرم مدام أخي قال يعني لما قال الكلام قالوا ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة هنا نرجع على التفسير اللي أنا قلتها يرجع يقول هنا يقول يعني أي واحد بس يعني يعني يحاول يبشي المشروع الإسلامي لازم تقاتل حتى لو كان مسلم وإن طائفة أكو آية أخرى يقولوا أن طائفة تتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إعلام الله آية أخرى لا أتذكر ما أتذكر يعني فاستور هو هذا هنا يقول يعني إذا اثنين من المؤمنين يتقاتلوا راح يعني تنصر الفئة المؤمنة وضد الفئة الباغية حتى يعني يعني يسمع كلام الله مثل الحروب اللي صارت بين معاوية وعلي بن نبي طارد مثلا فقال فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين الله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكونوا فتنة وحتى يكونوا الدين لغير الله وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب أخبرني ثلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المعافري إن أبكي إن ابوكير بن عبدالله حدثوا عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبدالرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتقيم عاما وتترك الجهاد بسبب الله وقد علمت ما رغب الله فيه فقال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس الإيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت قالوا يا أبا عبدالرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصعوا بينهما فإن بغت إحداؤما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تأتيها إلى أمر الله أي اللي قلتك بشيء مكتور هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال فعلنا على عهد رسول الله وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه أما قتلوه أو عذبوه حتى كثروا الإسلام فلم تكن فتنة فما قولك في علي وعثمان قال أما عثمان فكان الله عفى عنه وأما أنتم فكرتم أن يعفوا عنه وأما علي فإن فابن عم رسول الله وختنه فأشار بيدي فقال هذا بيته حيث لا تروا طبعا هنا سلطة البقرة الآية مئة ثلاثة وستة تسعين خلصت ما أعرف إذا أنت عندك تعقيب أو سؤال أخوية جاء أنا ما عندي أي تعقيب ولا سؤال أخوية حكمة أنا كنت عم بوزع الرابط بس حاول أوزع الرابط ولكن في هاللحظة هاي سكروا لي الفيسبوك للأسف الشديد الفيسبوك اللي كنا بعتلك منه على كل إن شكرا كتير لخطن الصراعي معي الفيسبوك الثاني يتسكر ولا حول ولا قوة إلا بجلدة الحنفية يعني ما عندهم يعني نهاية لهاي اللي جاي يسووا صراحة يعني هذا شيء كتير اللي جاي يسووا صراحة أنا ما أفهم أي واحد يقري فورتو ويسكرولو يعني الفيسبوك والقناة ومعرف إيش ما أنا ما أفهم صراحة التصرفات من عندهم نهائيا ما جاي يقدر أفهم ليش يشكرون يعني على كل إن ما في مشكلة يعني في عندي حساب احتياطي ممكن نستعمله كمان وحسابات تانية ممكن نفتح ولحتى يوقفوا عن هالهبل هادا والاستفاهة هاي اللي ما بتعبر إلا عن هشاشة دينهم يعني أكتر من هيك ممنظر على كل ما بهمنا يعني ومتل ما ذكرت يعني هم أهل الإرهاب وهي الآيات الإرهابية بتشهد على ذلك يعني فما عندهم وسيلة أخرى غير الإرهاب ولولا الإرهاب هم لا شيء لأنهم شوية يعني عقدة من التخلف وعقدة من السزاجة يعني ما في غير هيك ورح يوصفهم على كل إن أكمل أخي أب الحكم وأنا رح أوزع رابط بحسابي الاحتياط حتى تفتح لنا جلدته سبيله طبعا بس قبل ما تكمل أخوي حكمة أنا أرجو من أصدقائي يوزعوا الرابط معي حتى نقدر نصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء ويعني نكون شوكة في عينهم يعني شفنا هاي من كم يوم كم قناة يوتيوبية سكروا ولكن نحن موجودين ويسكروا أبنا بدهم وهاي الفيسبوك كمان سكروا فأتمنى من أصدقائي إنه يساعدون في نشر القناة وفي نشر الرابط تبع الحلقة تفضل أخي حكمة أوكي بس العدد الموجود لا بأس به يعني إذا شوفنا أنا أصور يعني 30 شخص صح أوكي نكمل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم طبعا هاي هاي صورة البقرة الآية 216 طبعا هاي إرهابية أخرى تقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم وشوفوا يعني خير القتال صار خير يعني شوفوا أنتوا بعينكم يعني يقول كتب عليك القتال وهو كره لكم وعسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم القتال صار خير يعني بعدين يقولوا عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلم من هذا الله هذا إله الإسلام والمسيحية واليهودية ورحمة أبي يعني هذا إجاب من الله للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام وقال الزهري الجهاد واجب واجب على كل أحد غزة أو قاعدة فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين وإذا استغيت أن يغيت وإذا استنفر أن ينفر وإن لم يحتج إليه قاعدة قلت ولهذا ثبت في الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية طبعا هذا الكلام كلش خطير يعني يقول أي واحد يعني هذا يقول ثبت في الصحيح أكيد يقصد بها البخاري أو مسلم أو البخاري وحد ومسلم وحد أو البخاري ومسلم من مات يعني أي واحد مات وما سوى غزوة مومهم المومي سيغزوة كلمة غزوة غزة يعني بتجي الكلام الصحيح غزو يعني أنت تغير على أحد طبعا إحنا شرحين لكم قبل عن جهاد الدفع وجهاد الطلب جهاد الدفع عنه دافع عن المكان اللي ينتبه يعني غير مكة ما عدهم يدافع عنه مكة فقط هذا الحقيقة حتى حتى المدينة الطائف اللي يسمون مدينة هذا همالهم حقا يدافع عنه لأنه أصلا هاي كانت متابعة للمسلمين فقط مكة كانت تابعة للمسلمين بعدين لما راح راح هناك وعاش بيناتهم وجاب العصابة مالتا الصعاليك سيطر على كل المناطق وناس بالدعوة وناس بالإرهاب فغير هالمناطق قاني اعتبرها احتلال يعني يحتلوا حسب الطائف معهم ما يتخالف الطائف ومكة بقية الدول الأردن سوريا العراق كل الدول العربية إيران تركيا إسبانيا أحسب أنت بعد الدول العربية كلها على الإطلاق بعض الدول الأفريقية أو أكثرها يعني وقسم من أوروبا ومثل ما قلنا حتى حدود السيد هذا ما سمي أنا ما سمي هذا جهاد الدفع هذا هو جهاد الطلب يعني أنت تطلب العدو في عقر دارة إحنا قريناه في حلقة من الحلقة يعني أنت تركض عليه مو هو يهجب عليه من مات ولم يغزو ولم يحزو بالغزو مات ميتة جاهلية يعني كأنه أنت مثل الناس اللي كانوا يعبدون الأسلام يعني ميتة جاهلية دائما نسميهم دولة جاهلية يعني اللي يصيرون مسلمين فكأنك أنت مو مسلم ميت كأنك مو مسلم كامل إذا إذا أنت حتى تفكير ما فكرت أنه تغزو يعني فيقول وقال محمد يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولاكم جهاد لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة ولاكم جهاد يعني إذن جهاد يعني من مكة ولفور ونية وإذا استفرتم فانفروا وقول الله وهو كره لكم أي شديد عليكم وما شقة وهو كذلك سيكون تفسير هنا شي يقول يعني الكره هنا يقصد بي شديد يعني صعب عليكم وما شقة عليكم وهو كذلك فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر مجالدة الأعداء يعني حتى يريدها لازم لا يجرح يعني مثل ما يقول يأخذ هذا مثل واحد نذكر مبتاك وعليكم داما حسين واحد عجان طاني وتشجاعة شاف عندها خمسة ستة قال هاي شنو هذا أنت هايكلها العوسمة ما أقدر لأنك ما يمتد قال لها نعم قال لها المرة الثانية يريدك سهيد يعني قال لا ماريد أشوفك الظن اللي أمطيهم أوسمة انت هاي أوسمة ما أقدر فلازم نصير شهيدي يعني كمين فهي النقطة تطبق هنا يقول لك لو يقتل لو يصير بي جرح يلا ينحسب هذا مجال حقيقي أما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء ثم قال الله وعسى أن تكره شيء وخير لكم يعني التفسير ما لا يقول أي لأن القتال يعقبه النصر والضفر على الأعداء والاستلاع على بلادهم واضح الكلام أعتقد ما يحتاج بلادهم يعني أنت صيب وعسى أن تكره شيء وخير لكم وهذا عام في لا خلي أرجع أقرامه يقول وعسى أن تكره شيء وخير لكم تفسير شنو يقول أي لأن القتال يعقبه النصر والضفر على الأعداء والاستلاع على بلادهم يعني البلدان الأخرى وأموالهم يعني فلوسهم وذراريهم نسوانهم وأولادهم أطفالهم منها كل كل يعني شلع ياخذ كل شيء كان يأخذ الرجل يصير عبد يشترون يبيعون بيه النسوان يوزعوا بين الصحابة أو يبيعون اللي عنده زايد أكيد كل معركة يجيب لها خمسة وستة شي سبب يهم لو يبيعهم لو يخليهم طبعا يمارسوا الجلس معهم ويقدمون والأولاد الصغار كذلك للخدمة يعني وطبعا نحن نعرف حتى البنات الصغار ممكن يدخل بيها عمره 79 مثل ما صارت مع عائشة أكيد كانوا يفعلون هذا الشي مع البنات الصغار والغلمان إلا حق إيش يسوي بيها حتى لو فعل به محجنية لأنه يقولك هذا مالي يعني ملكي هذا حتى لو قتله ما يحاسبه إذا قتله وبدون أي مثلا عذر شرعي مثل ما يقول العقوبة راح تصير نصف اللي على الإنسان الحر الحر بالحر والعبد بالعبد يكون جزاء نصف الجزاء يعني وإذا العبد قتل حرف أنا لدت سأوصل يعني حتى يرتاح أولا قال وذراريا وعسى أن تحبوا شيئاً وشر لكم وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرأ شيئاً وليس له فيه خيارة ولا مصلحة ومن ذلك القعود على القتال قد يعقبه استلال العدو على البلاد والحكم ثم قال الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم فاستجيبوا له لعلكم ترشدون طبعاً هذا كلام جداً خطير هذا يعني أنت محمد قال لي أنا الله قاعد لي بين آني شون أعرف أنت الله قاعد لك يعني طبعاً انتهت الآية هنا يعني أعرف شون أتأكل أنه أنت فعلاً الله بعثك وقاعد لك تعال أنت أنت بإسمي تتكلم يعني ممكن أي واحد يجي يعني ليش مسيلمة المسلم اللي يسمون مسيلمة الكذاب يمكن يكونوا عن نبي الحقيقي تشاهدك أنا مدري أنت الصح يعني لأنك شغلت مخك أحسن وقدرت تكسب الباقين يعني أنت تصير النبي كل واحد يجي يقول أني نبي وهي كانت إيتها أكو آلاف الأنبياء أنتو شمدركم أنتو بالأنبياء شنو الله ما عند الشغل عمل يجيب ناس ويسوي أنبياء ويسوي أديان مختلفة يعني هذكروا شدوا يعني هذا الإله اللي مخصارفة على الأنبياء وكل واحد يسوي الشكل يجيب لي هودية بها قتل وبعد يجيب المسيحية بها عفو بعد يرجع ما عجبه خلي أرجع مرة ثانية على اليهودية هم يرجع يقنن الحلوة عند المسلمين أخي حكمت أنه الله بعث موسى يعني نبيه الكبير العظيم ما عجبوا الناس ما عجبوا ما قدروا لهم ما قدروا لهم ما قدروا لهم ما قدروا يقنعهم أم بعث عيسى رجعوا الناس حرفوا أم بعث محمد بعث محمد بالسيف حتى غصب العنن يقتنعوا يعني تصور غصب العنن يقتنعوا يعني ما في أنه لازم نقنع يعني هي فكرة فكرة الدين به حد ذاته أغبى من هيك ما فيه يعني تصور اليوم أنا يعني أنه تخلق كائن كامل الإرادة كامل الإرادة وحر التفكير وتقول له إذا ما أمنت فيني بدي أحرقك يعني هاد أغبى من هيك يعني إله غبي إله غبي إلى بعض الحدود يعني كيف تخ... مثلا سأل الكمبيوتر وتقول له مثلا تعطيه اختيار أنه الصبح تفيقني مثلا مثل الساعة اللي بتدق وتعطيه اختيار تريدي تشتغلي تريدي ما تشتغلي ولما ما تشتغلي بدي أكاسرك يعني شو هالغباء هذا شو هالغباء شو بدي سبيب الله أصلا من الخلق كل هالهالبشرية هاي له بحاجة إله وله بحاجة لشيء وبيقول المسلم يعترف أنه ما هو الإله ما هو بحاجة للعبادة ما هو بحاجة للإنسان طيب ليش يخلق إذا ما هو بحاجة يعني إذا نحن بحاجة الإله هو ليش يعذب حاله إذا ما هو بحاجة إذا نحن بحاجته يعني طب ليش نحن بحاجته إذا ما هو بحاجتنا أصلا يعني من الأساس ليش فكر يخلق إذا إذا ما هو بحاجتنا لا أنت ذكرتني يقول إنه أحاديث كثيرة يمكن الآية في المردد بس ما أذكره يقول يعني حتى للبشر كلما يأمنون الآية ما أذكرها إن الله أغنيهن عن العالمين يعني حتى لو أي واحد ما أمنون ولكن الشيزوفرينيا الإلهية من مكان آخر يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني يعني أنا ما خلقتكم مني حتى تعبدوني يعني يعني عندي مزاج يعني خالقك أنت لازم تعبدني يعني إلى جن إلى إنس كلكم لازم تعبدوني يعني يعني ما عندي يعني مو خلقتكم هذا وعايفكم لا لازم يعني مدام خلقتكم لازم تعبدين مكان آخر يقول إن الله أغنيهن عن العالمين يعني إذا أنت غنيهن عن العالمين تريد نعبدك وما خلقت الجن والإنس الذي يعبدك ياهو اللي صح فأهمنا يعني أنت فأني أشبه صراحة أخويا جن أشبه هذا الإله كأنه إنسان سوي طبيعي أو إنسان أي من أن تختار كيف شرب له مشروب شرب له مشروب شوية كان طبيعي وراضي عن البشر شرب المشروب شسمه رجع يعني خسد بيهم بط المشروب صار عيسى رجع شرب مشروب صار محمد طبيعي كان ما اسمه ما اسمه كان شرب مشروب ومزاجه مغلوب كان موسى مثلا ورجع على ثانية ومصحها قالها شنو شنقص وستويت قاله يابا وصارت تؤمر بالقتل وشسمه أنا متأسف أنا حبيبكم وأنا يعني ما أعمل مرة ثانية ورجع عجب وشرب مرة ثانية هذا الإله رجع جاء محمد يعني فعلا هو هذا يعني هو قال لك شغلي حبيبي حكمت يعني لو هذا الإله بيعرف طعمة المشروب لو شربان له يعني بطل وسكي مثل ما أقوله أو عرق أو شيء قبيل يعني أنا متأكد كان نطلع معه أبدع من هيك هو المشروب الشربه يعني كأس من بولا كولا كأس من البولا كولا يعني كفيل إنه يفعل بالعقل مثل ما يفعل في عقل الله يعني كان عنده عقل أصلا يعني في أشخاص أخوية جان في أشخاص لما يشرب المشروب يكون من أطيب الناس وأحن الناس يعني أنا يعني أنا أكثر فوق الطيب يعني لما أشرب المشروب يعني تشوفني أطافح كل ناس أحبون الناس أبوتهم أصدقائي ولكن أكو أشخاص يشرب المشروب تطلعوا معه أنا أنا هذا يظهر الله بيشبهني يظهر الله بيشبهني يظهر الله بيشبهني أنا أنا مرة أنا شربت فترة أصيرة كتير فترة سنة شربت مشروبه وبالتالي صاري يسبب يواجع رأسه وما عدت شربت بس بذكر أول مرة شربت فيها كان سنة 2003 أظن 2004 يعني أو 2005 2005 2005 قلت لحالي أنا بعرفة إنه الفوتكا تقيلة كتير يعني بتدوخ هيك سمعان بالضبط أنا ما بحرف شو معنات السكرة ذات الوقت يعني شو معنات واحد يسكر فقلت بدي أسر أجرب السكر يعني أشوف شو هو السكر أجرب يعني المهم نقولت حرام يعني باننا مجربين طول عمرنا يعني ثقافتنا بتملعنا من الشرب يعني وما كان مهم إنه واحد يشربه وعادي يعني ما شربنا فقلت أجرب السكر شو هو جبت كامرة الفيديو بوقتها كان فيه كاميرات الفيديو الكبار هيك وعلى شريط كاسيت عندي وحدة فحطيتها قلت دي أشوف حالي شو بدي أصير معي يعني أنا لحالي طبعا بالبيت قاعد لحالي حطيت الفوتكا وكولا كوكاكولا طبعا حطيت 3 أربعة الكاسة كوكاكولا ووش وأطرتين فوتكا لانه بابعرف شو القصة فمسكت هيك لعمل طاحب تميطي بيهيك أعمل أشرب وشغلت وشغلت شفت حالي قربت على الدوخة شغلت الفيديو وضخت ورح بالفعل يعني ما صحيت على حالي لتاني نهار الصبح نايم على الديوانة هاي وفوت لا حول ولا قوة تألا بجلدة الحنفيات بعد ما أصحينا هيك رأسي مثل الطبل صاير أول مرة أسكر فقلت أشوف شو طلع معي يعني شو الأبداعات شو أبدعنا نشوفه الكاميرا فكرة جميلة حطيت الكاميرا شفت حالي مانعاي في كلمة اللي حافظ أسد نازل بأمه وأخته وعيلته ما كان قدامي غير الحل هذا يعني فبالفعل لما نبينا سامي الدي بقول بالخمر الحقيقة الخمر بيطالع الحقيقة ويظهر هذا الله يا شربان خمر بطالع جحشانته بالمرة يعني شي بنزلك موسى وشي بنزلك عيسى لا أخي بقول لك من ضربك على خدك الأيمن عطيل لك أن الأصفر وبعدين ببعث لك محمد عليهم بالسلف أنا على السلفة سلفة أهو تفضل أخي حكرا تفضل يعني أنا الصراحة يعني لي اعتقدون الأخوة أنه أنا أشرب يعني كل ثلاثة أربع سنوات يمكن مرة أشرب لأنه أنا فعلا لما أشرب أستطرق يعني فبا أحب الشرب نهائيا لذلك استعنت أنا بالأبر لا أمزع أمزع أنا حتى تدخين وأدخن يعني حتى تدخين وأدخن يعني والمشروب يعني تكون يمكن بطل بيرة يمكن إذا أحد لح علي يعني كل كم سنة مرة يعني يعني لأنه أنا لا أطرق أنا أنا شربت 2005 أول ما شربت أول مرة أشرب 2005 كان عمري 35 يعني الله بتقدر تحصل بشعب عمري ويعني تميت سنة أشرب الكحول بس بالنهاية صرت أشرب يعني بطل فودكا كامل وما أحس بالسكر بس أحس بصداع وانزعاج يعني صارت زعجني أكتر ما يبسطني فعا يعني متل ما أقول خفافت منه كل سبب أشرب مرة بعدين كل شهر وبعدين ما عدت أشرب ميائيا يعني أحس هلأ أحس بدي أشرب أحس بأنه جسمي مزعوج منه يعني ما بدي أسمع صيفته يعني مضبوط بس تمنيت الأخري يا عظي ذا شايفنا هو قرح يعني يتابعني أتمنى يتصل يقول لنا شلو قصدة لما قال إنه أنا ممثلي إذا يقصد اللي أنت قلت هو أنا كتبت له كتب إيه الصحة لما عملت ذيك الحركة قد مع سال أنا كنت يعني أصلا هذه الحركة مخطط لها وسال ما كان يدري أصلا لأنه أنا ما هي مقصر حركة تمثيلية إذا ما أفاجر لكل بياح أي واحد عزة دقائي معا وسال يعني أثناء الحلقة إنه كنت أثنينهم كانوا متابعيني يعني في التحضيرات فتخليها فاجر شو رأيك تعيد لنا الحركة التمثيلية يعني عيدة يعني آآ آآ شعلي أنا أنا يعني مو تمثيلة بس أمثل اللي مثلتوا يعني يعني أنا عم أحكي كان عندي غرض بيه طبعا آآ 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 أذكر أنا في فيلمين شفت اسمه محمد رسول الله في واحد آآ 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 جاي يكسر الأصنام فالجو صريدي علي يا curb ساوي يكسر في يا prevents سوي بهم فنفس آآ 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 د كاد umi أفants بعدين قالوا أرأيتم هو بل انتقم منه وما عرف شن واخر شي قال إنها سليم عمل يعني ايه وانا نفس اليوم نفس الغرض عندي انه شوفهم انه أسوي هاي الحركة بنفس اللحظة يتمنون المسلمين تكون حقيقية حتى يقولوا شوف الله شو سوى به هو جايحك عن الكبر انتقم منه وصويت هاي الحركة يا تقريبة ليت شي سويت يعني على فترة كانت تغرب يعني سال استغرب قال لي قالي شبيك يصار لك ما عرف شنو يعني ما يعرف طبعا قالي شبيك يصار لك حكمك قلت لها فقط صاريت هاي الحركة حتى يعني اشوف المسلمين انه ما في اي شي ما رح يصير لو مليون حلقة اطلع ما رح يصير بيه شي ممكن اكون بصير عندي شفتها بس مو اتنى هالحلقة يعني فلا تتصورون اتنى هالحلقة رح يصير بيه شي يعني لأ قال لك شفت رح تكون صدفة يعني صحيح يعني عنا عنا بحاراتنا بهال ببلادنا التافة للأسف الشديد يعني يكون واحد بهلون بساوي حاله الشيخ عم بتضحك على هالعالم هادا وهو وحمار بكون ما بفهم ولا كلمة بصير بصير له بركات بركاتك شيخي بركاتك شيخي ولا بيقولولك الشيخ لا تحبه ولا تسبه طب خلينا جانو جانو خليك معنا شوي بس كنت عم بحكي فكرة فعنا بيقولولك انه الشيخ لا تحبه ولا تسبه فبيكون هادا وضيع يعني لا بفهم وبهلون وحمار وكل شي بس لانه يعني بتباركوا فيه بيعرف كم كآية من القرآن الكريه هادا فبيقوللك الشيخ لا تسبه ولا تحبه وبيطالعولك أمثلة فلان والله حكي عليه وانشلت ايده فلان حكي عليه وانشل لسانه وفلان ما بعرف شو صر له فلان وبيطالعولك أمثلة والناس بيصدق ولو بيطالعوا من الكذب أمثلة بيصدقوا نفسهم بشان يثبتوا انه اللي بيحكي على الشيخ بنأذى طيب هاي أبو الحكم هاي أنا هاي كل الشباب اللي يعني يعني إذا كان إله حقيقي يفكه بس يفكه يعني لو كان إله حقيقي ووقت أنا ورياض أخوي رياض الخزرجي شجاع البغدادي عملنا حلقة يعني على محمد ولادة محمد يعني لو بالفعل في ممكن يكون ربع من هالي أو جزء بسيط خلينا أقول واحد فاصلة من الواحد مليوم الواحد بالمية إنه شيء حقيقي كان أقلها شيء صابنا شيء يعني يعني ما معقول إذا شيخ بهلول تحكي عليه تنشل إيدك ولا ينشل لسانك وتحكي على محمد نبي الدني نبي العالمي ما يصر لك شيء على كلنا أصدقائي أنا أحب أذكركم في عنا مظاهرة مناظرة عنا مناظرة بكرة بين الأخ حكمة والأخ أحمد سلمو طبعا الأخ أحمد سلمو شيخ وله الطريقة القادرية يعني ما بعرف طريقة عنده المهم عنده طريقة وأتمنى يكون يسمعنا الأخ أحمد طبعا هو شيخ ويحاول يشط طريقه في المشيخة ويكون له ستايل خاص يعني أنا أشوفه مثل عبدنان إبراهيم الصغير يعني أول محاضرات عبدنان إبراهيم الصغير يعني أنا هيك جتني لتخيل الإلهام يعني أنه أتصوره للأخ أحمد على كلنا أنا أتمنى يعني تتابعونا بكرة على قناتنا هون المناظرة هاي وهو هل الإسلام دين الله الحق؟ يعني طبعا رح نتناقش فيها والأخ حكمة رح يكون طرف الملحد الزنديق مقابل المؤمنين البشوشين الحبابين على كلنا معنا اتصال من الأخ جان وأخي جان وتفضل حبيبي جان تحية إلك ولي حبيبنا أبا الحكم أخي الكبير طبعا كنت بعرف أن أبا الحكم ممثل كتير براها أخي قابل ما أنه نسوي هالحركة أخي زمال قلت له أنه فيه أشياء حتى بقت بالقول مش بالحركة كنت بضحك عليه كتير يعني كنت بموت شلوني عن تضحك عليه شو مضحك يعني يا جان وش شو هاي مش مضحكة ضحكة من باب الكوميديا الفكاهة أمزح 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 طبعا بيعرفت ليش أني بحبه بحضره طبعا خلينا نمزح بهذا الموضوع طبعا فليمينجروز هذا الشخص الدائماركي اللي سويت كاريكوتر كان كاترته مع محمد صديقي قال لي أنه ساعة ثلاثة الصباح إجارة تليفون من العراق وهيش في دائمارك أنا كنت نايم اللي تشو هذا يمكن شي خطير قال ترديت قالوا آسفين على الإزعاج بس عندنا سؤال ومساوين يعني منهان على هذا الشي أرجو أنه تجابنا بكل صراحة تتفاضق شنو يعني فيم الساعة بهك ساعة المتصر هذا الشخص صحيح أنه محروع اتحرق بالبيت كان يسوي الطبخ اتحرق هذا هذا الشي كذب لأن أبل اليوم كان عنده شي اسم لقاء تلفزيون ولا فنفسي شفت في التلفزيون هذا الشي دعاية عندكم فشفت التصور العقل يعني العقل فين واصل أنه تزعج حدا وتسوي دعاية يعني كل سهلة تتقدر حتى في اليوتيوب تقدر تطلع كل أنشطة فلمينغروس يعني شو بيسوي شو ما بيسوي السمينار تبعه وبالنسبة للخالق يعني أنا راح أجب ميتال يعني أنا ما عندي سيارة بس أخي عنده سيارة السيارة راح يسهل على أخي أنه يوصل لأماكن محددة أو أو يعني أسهل أسهل أنا ما عندي بس هذا مش معناته أنه ما بقدر أوصل صح والإله نفس الشيء الإله بالعكس إذا عندك هتكون عقلة مشان ما بدأ ما بدأت هتتتواصل على الخير يعني لازم تتواصل فقط مع مذهبك ومع العديدان الباقية خلص ما بتقدر تتواصل معهم فدائما الإله هو عاءق شيء مثل شو بيسموها هذا البركة في الغابات لما واحد بيوقع عليه ما بيقدر يخرج مستنقع مستنقع فببت هذا المستنقع فأرجو والمشكلة المسلمين خاصة لما بيوقع في هذا المستنقع إما يأخذون معهم ناس دانيين وما رايحين رايحين إما يعني يسببون مشاكل للأطراف فأرجو أن يأخذون هذه الأشياء بعين الاعتبار أنا مش مستحيل أنه أعبد إلهك أو أعبد أي إله بيعلمني أنه أكره الآخرين بيعلمني أنه هذا الشيء فقط صح والأشياء الثانية غلط هذا مستحيلة أنا برفضه جملة والتفصيلات مش إلى أي شيء حلا بيقول مش إله إذا أبو الإله بيقول مثلا أبو الهاب بيقول هذا الشيء مش منطق إنت لازم تتعامل بالمنطق يعني شوف الآيات في الصور في القرآن الآيات يعني شو راح تستفيد بزوجات النبي يعني شو راح تستفيد ولا شيء ليس موجود أنا شو أعمل فيه شو أستفيد تبا لأبي لهب يعني شو أستفيد يعني أحطه مثل البهارات في الأكل ما بيصير والمشكلة المشكلة إنه إنه هلا مثلا قصة أبو لهب هي قصة حاصلة ومنتهية من 1400 سنة يعني ما لا أي إفادة في الوقت الحالي يتعبدون فيها المسلمين يعني هلا خلي مثلا نقول نقول تبت يد ترامب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسب يعني ممكن إنه في الوقت الحالي يحكوا على ترامب مثلا بس أبو لهب زلم انتهى واعظامه صارت مكاحل وخلصنا منه فشو لاستفادة إنه يصلوا ويتعبدوا إلههم بالتقرب لها الإله هذا من خلال مسبة شخص ما عد لوجود من 1400 سنة يعني هلا لو بدل أبو لهب يساوي ترامب يعني كان قلنا معلش عم يتعبدوا ربهم بشيء موجود بل كي يتبلوا إيدو ويقطع لوا إيدو وما يقلوا عن المسلمين أنا بتذكر أول تعليق كتبته لما صارت في فجارات بين السنة في مناطق الشيعة في العراف كتبت تقتلون الأحياء لكي يعيشوا الأموات صحيح عجيب عجيب هالمنطق يعني تقتل جيرانك تقتل أعز الناس تعرفوا مشان شيء وهمي مشان شيء ما ألو وجود مشان شيء أنت مصدق هالوهم شوية حطوا النظارات استعملوا عقولكم وتحياتي لكم وبحقكم شكرا شكرا جانو شكرا كتير لك حبيبي شكرا أبو الحكم إذا في عندك أي تعقيم حبيبي تفضل طبعا أول شيء أسلم على أخويا جانو وأني حكيت اليوم هي الأخ جان قلت له عندي تسمي الأخ جانو أسمي المنقذ أو الجوكر قال قال خاف يزعل قلت له ليش يزعل إذا يكون منقذ هالشي طبعا يفرحها أو يكون جوكر يعني دائما لما نحتاجه يكون ممجدود يعني ويعني مثل ما يقول شيء يعني شيء حلو كتير فيه الأخ جانو أنه دائما موجود وبأي وقت نطلب منه شيء يسوي دائما اتصالاته مع الأخ جان مع الأخ سال وأماكن أخرى يعني دائما سباق للاتصالات والحق عرض المساعدات إلى أي شيء يتكلم منه فطبعا من هنا أحب أشكر الأخوية وحبيبي أسمي أخوية صغير لقب عندي أخوية صغير جانو يعني من حبي شديد إلى أتمنى لكل الموفقية بس بدي في طبعا في الأخ محمد الفيفي يعني محمد الفيفي يعني ما أسخف طرحك وما أسخف وجودك بصراحة يعني يعني أنا بس متمنى أشوف تعليق واحد مثل الخلق يكون عندك دائما دخلوا الإسلام دخلوا الإسلام لكن هر بتحط عشرين تعليق طيب مرت وبعدين وبعدين يعني بعدين دخلوا الإسلام آه وقفونا شي طب فهمتني هل الهولندي أرلون دفندرون منتج فيلم الموسيق للرسول شبه ميت مقتول ويعني وزن قتل يعني بتكون أرهاب هو الأطلق الرسام الهولندي اعتنق الإسلام يا سلام اعتنق الإسلام هات عطينا شوف شلي شلي يعني شاف بالإسلام رائع واعتنق الإسلام شلي أقنع بالإسلام هل 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 رسام هذا وهو كذب 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 كله دعاية سعودية حقيرة حق أفرنج ومن مؤلف قلوبهم حتى اللي بتفعونا مفلوس يعني بتفعونا مصالب شعن صور المسلمين من كبار الأسماء كون لاعب ولا شوفنا اللاعبين اللي على المسرح على أساس عم بيصوروا مسلمين ولا بيجي ملقنا تلقين ما بيعرف شو أصلا يعني ما بيعرف شو الإسلام اللي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فأذا كب ويرجع لا إله إلا الله يهم وجه شو للا يدخيل الله أنا دخيله بالكيلو ما قدول عليك أن ما يعرف لي رددها يعني لأخ محمد تغير خطابك صرت تافع بصراحة يعني يعني صار طرحك سخيف أسخف من هيك ما فيه يعني يجعل رايحة وجاي حطلك تعليق فلان عطنق الإسلام طز في الإسلام وطز في فلان يعني وشو فلان عطنق الإسلام هل رح إذا فلان عطنق الإسلام تلغي فول البعير من الإسلام يعني ولا بدك تلغي قصة الحمار الطائر الجحش اللي بيطير يعني من الإسلام ولا بدك تلغي إنه نبيك ضاجع طفلة ولا بدك تلغي إنه نبيك ضاجع خالته الميتة ولا بدك تلغي يعني إنه نبيك نط على مرط ابنه ولا بدك تلغي غزو بين القريزة ومزابح بين القريزة ومزابح بين القين وقاع وكل هالناس كل هالغزوات وهالدبحوا تلغيون يعني إذا قلتلي فلان دخل الإسلام يعني وكيف دخل الإسلام عن أي قناعة فهمني شو البرهان البرهان تللي ودخل الإسلام يعني يعني بيكفي بيكفي تضحك على حالك يعني أنت وغيرك الداخلين بس شغلتكن والله فلان دخل الإسلام لك يعني وبعدين وبعدين يعني تم تضحك على حالك يعني عن ضحك على حالك والعن ضحك علينا نحن ما بنضحك علينا نحن بنعرف الشيوخ كان هدول شيوخ تافهين إلى حد التفاعل الأخ جانب أنصار الأخ جانب ومعصب من محمد هاتفضل حبيبي وأصلاً أبي عرفت أنه هو مخرج أو رسام أولاً المخرج كان حفيد بانكوخ تيودور بانكوخ تيو بانكوخ فقتله مسلم في شارع أمستردام تعلم بالسلفيدي عرفت؟ وهذا المسلم المغربي كان يروح للجامعة ما كان بيروح للملاهي إذا كان رايح للملاهي ما كان بيخط الحدام أو كان إذا كان بيشرب الخمر ما كان بيخط الحدام بس المدرسة اللي أنتو تتربون فيه هو المدرسة القتل مدرسة الدبح والإرهاب مثل ما قال سيد القامني أنه يخرب بيتك يا أمستردام يعني بيدفع لهذا الإمام وللتأمة المسلمين من تاكس من ضرائب الشعب المورندي مشان يقتلوني بالناس الأبرياء فحليل يسأل أهلا وسألا فالمشكل في فهمكم حتى ما ما يعني قبل على الأقل على الأقل قبل ما أنه تقول شيء تأكد من الخبر بعدين تديع الخبر مش أنه قبل ما تسمع الموشيقة تقوم ترقص يعني شوي يكون إقاعي متعياتي يكون شكراً شكراً كتير لك أخي جانو على كل أن الأخت نسرين الأخت نسرين بعطيت لنا في صورة فأنا حابب أفرجي للأصدقاء أو أشارك مع الأصدقاء خلونا نشوف الصورة سوا هاي هاي الصورة طبعاً يعني أنا أقول لسيد محمد الفيفي هذا اللي نازل فينا تفاهات هذا نبيك يقول أنه واحد جاي قول عند الدكتور عم بيقول له هذا يقول أنه عندما يأتيه الوحي يصير يرتعد ويزيد ويتعرر يتعرر عطوا يعني الدواء هذا 2 ميلي جرام ثلاث مرات في اليوم مع المراقبة يعني ما في غير هيك بصراحة يعني ما في غير هيك لها يعني لو نبيك موجود في هالوقت هاد أنا متأكد كان أخدوه على مرضى الصرع وكان عالجوه وكان شوفي من هالصرع هاد ولكن للأسف الشديد بهذاك الزمان كان من ناس سوزج إلى أبعد الحدود يشوفوا واحد مريض ويعني ما نروح لبعيدة من 1400 سنة يعني من خمسين ستين سنة ببلادنا كلها روح كلنا بنعرف هالشي هذا البهلول اللي ما بيعرف يحكي اللي على البركة بنسمين احنا الناس نتبارك فيه ويعتبر ولي من الأولياء الصالحين فما بالك من 1400 سنة وما كان فيه كل ديانات وسنية فاسموه نبي وصال نبي يعني هو بهلول سفاح مجرم شهواني الشهواني إلى أبعد الحدود حتى مرت ابنه ما وفره فضل حكماً إذا عندك تعقيد عبيت على النقوة التي نعلق قبل اللي كان يصير بيهم يعني الصرع فكان يعني يقولون عليهم إنه هذا مس الملائفة قد يقضي الجن يعني الجن داخل الجسمة فيسوي هالحركات يعني فحتى محمد بالقرآن يقول يعني جن أو آيات ما ذكره صراح يقول عليه شاعر أو مجنون أو هكذا يعني فقال لا هذا مو مجنون خديجة لما قالت له أنت مو مجنون صار نبي خلاص يعني حتى الملك اللي ادعى عليه ما قال له أنت نبي قال له أقرأ وقال له ما أنا بقارك خديجة كان الخديجة اللي قلت خاد لأختبار الأفخاد الخديجة مثل الموات ففت لأختبار قالت له أنت نبي خلاص هو قال خلاص أنا نبي يعني لو خديجة قالت له أنت نبي أصلاً كان يبقي ه هناك فس يبقين نفسه لو قالت له أنت مجنون طاله يقول أنا مجنون ترجع نب النأثم ولكن لم الوقت اللي قالت له أنت نبي صار نبي يعني مثل حالات كثيرة سموهم مجنون ليش هو صار نبي ليش يعني شنو السبب البقية يقولون عليهم مجانين هو مو مجنون اثباته شنو دولا كم يدرون نفس الاثباتات دي بتاع ونعرضنا الفيديو لأشخاص عصريين ويقول يعني خاطب الله وقدرقنا عن الناس بأفكاري نفس الكلام كله يحقوني يعني بس ذكرت مضاجعة السسمة اللي انت قلتها مضاجعة قم الإمام عليها الصواهية لان هي ربتها فهو دخل يعني بالقبر هي موجودة يعني بلعطيها بالقبر داخل القبر راحوا قبرك عليها من وقت لزك فيها شو عم تعمل يا رسول الله قال حتى سيدي فسحة بالقبر حتى لايش اسمها يعني الله يخبره لها ويوسع مكانها في القبر يعني اكوه انسان عاقل يشويش حركة يعني ما رجي تدعي لها تدعي لها يعني انا قال لها سيدة محمد هذا تصور تصور اليوم القرضاوي مثلا الشيخ الكبير هذا الاكبر شيخ عندكم عند المسلمين السنة وحدة ميتة حطوها بالقبر يجي يقول لهم وقفوا يا شباب يشطح جنبه ويحضنه ويقول له والله عم بسائلة فسحة بالقبر يعني شو بتقول له لهالشيخ هذا ما بتقول له انت واحد ندل انت واحد شهواني عم تشهون على واحدة ميتة على كل ان سيدة محمد يا ريت هلا دا فرجيك صورة يا ريت قل لي رأيك يعني بتقول لي رأيك هدول هدول اللي بتكشوفهم الصورة شو شو رأيك فيهم يعني هل بتعيدهم لتستهزئ فيهم؟ طبعا هدول مجموعة من الهندوس يعبدون البقر شايف الركعة النساء تنتين مثلا هاي وهي راكعين ركعة تمامية يعني للبقرة وهدول منضحين للبقرة يعني انت بيرايك انت ما بتتضحك على هدول بيرايك هدول هدول اللي هن يعني عند دين الحق وعن بيعبدوا البقرة يعني هذا شيء مقدس عندهم طبعا مثل ما انت بتقدس صلاتك يعني هن كمان بيقدسوا صلاته انه لما بيشوفوك انت عم طوبز هيك متلهم بتضحكوا عليك ليش ليش ما هلا انت حضرتك انت تضحك عليهم الطوبزين آآ اخوية جانة ونفس الشي علق لاي بقرة حلوب تطيوم حليب بس الحاجة مدى شنو تجي تسجد يمه يعني حجر من السماء ناظب هذا شنو تروح تسجد له يعني وتحط آآ تسجد وتدور باطرفه وتبوس بيه يا عزة شو تتمي انت يعني خلينا ناخذ اتصال من السال شغل ومخكم يعني سال اهلا وسهلا سال فضل مسال خير مسال خير مسائل ورد سال فضل سال الله انا مع محمد الفيبي اللي بتعبده اليوم يعني صراحة نزل الوحي مرة اخرى بآية واحب مشاركها انا ضم اسلامي الان بعد ما اقتنعت بمحمد الفيبي اه تفضل والآية اللي نزلت حنيثة نزلت مبارح مع تروح نزلت على محمد غن الله عليه وزغرات يس يس بلايز استمعوا وكونوا خاشقين بسم الله الرحمن الرحيم وامرات مؤمنة ان وهبت نفسها ان اراد ترامب ان يستكحا ان يستكحا نارسة له من دون البؤمنين يا محمد الفيبي انا اقترعت بالاسلام وانضم الى حجد الاغوية بسببه اذا الشخصه كمان اثنين واخرين ماذا لديهم شي ايش بحياتهم عاملينه النملة المتسكعة اعلنت اسلامها الفيل الطائر دخل الاسلام الحمار المجنح دخل الغوغاء والطفاق لديهم شغل ولا عمل انه هؤمنين يدخل الاسلام ما احنا هناك مقارجة يدخل الاسلام بالحطبياء والمعتوهين والمجرمين اللي يستطفوهم بالسجون وبالمناسبة ما يدخلوش بالاسلام اللي نعرفه نحنا اسلام اخر تماما وبصراحة 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 يعني بعد كل الافعال الاجرامية اللي تقوم بها هذه الزمرة لعبنة واحد يستحي انا لو فعلا مؤمن استحي احكي انه انا مسلم انا بس مع صراحة غضبا من هؤلاء الاحسن الشي تعمل انه لا ينفع الحياة معهم انا اعملت اثنين مطلق يعني اللي يبلق اللي يبلق اللي يبلق من الاشتراك ويبلق على كل انساء حبيبي انا عملت له تايم اوت هلا لسيد محمد سيد محمد تايم اوت والتي ما لك حق انك لانه حكيت اكتر من مرة وفهمنا يعني فهمنا فكرتك انه الناس عم تدخل في دين الله يفواجه بس انا هلا تايم اوت يعني شوية الاخر رح تقدر ترجع بس اذا اي مرة بدك تقول فيها فلان دخل اسلام بلوك من القناة نهائيا وما لك شغل عنا وحتى اذا رجعت بحساب تاني رح نسألك بلوك فاتمنى منك تطرح افكار تقول لأ نبيه ما عجد ضاجع امه العلي بالقبر وهي الدليل والبرهان تقولنا نبيه ما ضاجع مثلا طفلة عمرها ست سنين لتسع سنين بتقول بتقول لي مسألة صفية بنت حياء هيك اهلا وسهلا غير هيك ما لك شغل عمنا شكرا بحياء لا يستحون بس انا ويحبية تشكرك ويشكر ابو الحكم لان اول ما فتحت اليوتيوب اسمات ابو الحكم يذكرني بالخير وشرب كبير اللي حبيب ابو الحكم تحياتي راح اشوفك عام قريب هوفولي على الايات القرابية والارهابية وآيات النكاح وآيات فحبوا تحياتي لكم ولاخوية جانا الحبيب وكل اخواننا المتابعين اهلا وسهلا السال وشكرا كتير حبيبي على الاتصال وانت السباق مثل نابولو حبيبي شكرا لكم شكرا لكم حكمات في عندك اي تعقيب حبيبي يعني حبيت اشكر اخوية سال على الاتصال طبعا احنا عدنا صولات وجولات آنوية بالآيات الخرافية ومسوين حلقات يعني كثيرة آنوية فيعني اتمنى يعني انا عمينا يعني نرجع نكمل وشوف ظروفة شون تصير ويعني نرجع 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 لأيام الخوالي هو كان فترة الأخيرة شفية مشهول فعادي يعني أعذر علي انهم مرتبطوا بشغل بس أكيد الفترة القادمة راح نقدم حلقات أخرى وسلام حال لأختي نادين ذوي أشكرا أشكرك بالحكم على كل الأصدقاء في أصدقاء عم بيقولولي يعني الأخ جاستنك عم بيقوله هذا من زمان كلا نستعمل له بلوك يعني من طولين بن عليهم متل ما بقولوا على كل الأخ جرجس أظن جرجس يعني إذا أنت مسيحي لا تفكر حالك أحسن منهم يعني على كل على كل جرجس أظن من جماعة يسوع الدلوع والله وهو أعلم عم بيقول لي جان أعرف شجرة أسلمت عملي بلوك إذا بتبرهلي شجرة أسلمت تقرأ معينك عملك بلوك ولكن ما يعني شجرة بصير مسيحية ما بصير مسلمة مين عنا كمان مين عنا الأخ درت عم بيقول إن القطة التي عندي أسلمت والغريب شفتها راك عم يخشوع وقت الصلاة الفجر لا وقت صلاة الفجر يعني بالضح بالضبط جانجستز شو هاي جانجستز جرجس يا ريت ما بعرف جرجس جرج جرجس أنا ما عم بفهم جانجستر أسمك يعني يا ريت كتب لي جانجستر مش جرجس أوكي جانجستز جانجستز هو بالأر لازم تلتيج جانجستر على كلنا على كلنا يا ريت كتب لي إذا أنت مسيحي بش أن أخذ احتياطاتي زي من جماعة يسوع الدلوع جانجستز مش جرجس أوكي مش جرجس جانجستز جانجستز على كلنا شكرا جان هاي فهد العفو العفو أنا أحب كتير فهد أخوي وطبعا الأخ نور العقل عم بيقول لي أخي جان ممكن تناقشوا تفسير القرآن عند التنويرين وكيف يفسرون آيات القتال يعني أنا ما فهمت أخي دور العقل يعني كيف عند التنويرين التنويريين اللي نحن بنعرفهم يفسرونها مثل ما نحن بنفسرها يعني آيات القتال آيات القتال بس إذا أصدق القرآنيين طبعا هني بيلفوا بيدوروا يعني سعروا بسعر أي مسلمي يعني القرآن الدين اللي بيعتبروا حالا تنويرين أو بيعتبروا حالا وطبعا يعني ما بعرف بسبا إذا تنويرين بيلفوا بيدوروا شو رأيك آخي حكمت تقصد الناس التنويرين شو باعت وياك عال شو سمعينتي بالله باعت وياك عال تكست شو جاي يكتبون يعني اش قلت بالله هو عم بيقول إنه ياريت ناقشوا بس دا يا وحدة عم بقول أخي جاء ممكن تناقشوا تفسير القرآن عند التنويرين وكيف يفسروا آيات القتال يعني هو شنو التنويرين أنا ما أفهم يعني يجي واحد يدعي إنه الصح يجي واحد آخر يدعي إنه الصح يعني أنتم ملايين من مليار مليار مسلم على الأقل نقول كيلو الشيعة أنتم تعتبرون مسلمين فإنتوا إذا كل واحد يجي يفسر براحته رح يصير تفاصيل كثيرة يعني فما في شيء اسمه تنويري وغير تنويري المعترف بيهم بالتفاصيل معروفين وعلى رأسهم من كثير الطبري القرطبي ويجي البقية الباقية فإنتوا ذولا كلهم يجمعون على شيء بالتفسير أنت ما تجي تجي بكيفك تحكي هما كانوا أعلم بزمانهم وعايشين الفترة أو قريبين من أكثر منك بالفترة أنت إذا كل واحد يجي يجي يفسر براحته فما راح تصير يعني يعني ما في شيء اسمه تنويري وغير تنويري هذا ترقيعي يعني أسألني متنويري تفسيري الترقيعي يرقع للإسلام مثل يشوف شيء مكتوب يقول له اقتله يقول له لا مقضى يقتله يقتله معنويا ما يقتله فعليا يقول له اقتع رأسه لا 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 وما يقتل قطع الرأس يعني هو يقصد شيء آخر هو هذا التنويري يعني يعني يرقع للقرآن يعني مثل ما يقول وحتى تفاهي يعني تفاهي يعني شو يعني مثلا اقتله اقتله معنويا يعني يعني مين له حق يقتلني معنويا يعني مثلا فكله لفه دوران يعني لفه دوران وترقي على القرآن الكريه أو السخيف للأسف الشديد على كل الأخ اللي سميته جرقس هو جنجستر جنجستر يعني هو بالفعل يعني شيء نيك نيم غريب عندك بس على كل أهلا وسهلا فيك عم بيقول عزيزي أنا ماني لا عزيزي أنا مسلم سابق اسمي يعني عضو في عصابة مجرد تكتيم على كل يا ريت كنت مختار لك اسم شيء أسهل يعني ممكن متداول ممكن نحفظه بسرعة يعني وأتمنى ما تكون من جماعة يسوع الدلوع يعني هذا موشط إذا كنت مسلم سابق ما تكون من جماعة يسوع الدلوع لأنه في كتير ناس للأسف بيطلعوا من خرافة إلى خرافة أخرى يعني فأنا بتمنىك تكون من خرافة إلى النور وليس من خرافة إلى خرافة أخرى تفضل أخي إذا في عندك أي تعقيبة أو عندك أي آيات زيادة صراحة عني عندي آية بس راح تطول لأنه احنا عبرنا الساعة وثلاث فالآية الأخرى عندي إياها طويلة ما راح اللحصرت البقرة 217 طويلة وراح تاخد من عندي وقت طويل فما أدري إنت أعتقد إحنا تعودنا أنه ما نطول أكثر من ساعة ساعة ونص فإذا أنت حابب أدخل بهاي الآية ما يعني معنى إحنا حدودنا ساعة ونص يعني الحلقة بشان نطول على أصدقائنا مبارحة طولنا ثلاث ساعات بس شو في أحد من أخوة عنده سؤال أو تعقيب نقدر نحكي الكلمة الأخيرة أكيد أكيد على كلنا أصدقائي إذا في عندكم أي أسئلة أنا بتمنى منكم تطرحوها يعني ممكن نتناقش فيها ممكن نحكي فيها ويعني الأخ محمد الفيفي إذا كنت زعلان فبتمنى منك تغير أسلوبك وتع أحكي معنا وهي مسألت إنه فلان أسلم وفلان ما أسلم هاي يعني سخافة منك يعني ليست أكثر يعني هي سخافة وتفاهى وما رح تودي ولا تجيب يعني ما رح لا تستفيد إنتي آسف ولا تفيدنا نحن يعني سلام أسلم تعاقب على هالكلام إذا تسمعه فضل يعني هو هالي يذكره لما يجي يذكره عند المضحجين يعني يبيع الماء بسوق السطافير يعني بالله شون يبيع الماء بحرط السقاين يعني هو حارم اللي يسكون الماء إنت تروح تبيع بها يعني مين رح يصدقك بهذا الكلام يعني عاقون عليه لأنه إحنا يعني لا دينين وملحدين وعلى أقل علمانيين يعني ما معقول يصدقوني ايش كلام منك يعني فلان أسلم وغير أسلم صدقني إذا أسلموا عشرة ألف يطلعون من الإسلام وإنت بعدك إحنا بنفس الكلام نقدر نسير ونحن نملي صفحاتكم ألحد فلان وفلان وفلان إحنا عدنا شيوخ حقيقيين عدنا الأخ خلط دولا شيوخ حقيقيين وغيرهم وغيرهم يعني اللي كانوا بالتزمين وأحمد حرقان طبعا أسلم عليه ما اسمعت أخبارهم من زمان أتمنى يكونوا بخير كلهم شيوخ كانوا وأحمد حرقان حافظوا القرآن كله يعني حافظه أي آية تقولها بأي مكان يقولك سورة فلانية يعني ليش تركوا الإسلام يعني ليش انتما تسوي هاي مثال إلا جايب لي واحد أسلم وما يعرف أي شي عن الدين تطوق تطوق شور الدين تعتقلون وهذا الدين الحقيقي فاروح هذا كلام يقولون المسلمين خلي يزيدون إحنا هالأشياء ما رح تأثر علينا لأنه إحنا لقينا الطريق الصحيح يعني ما تقدرون تحكون علينا بهذا الكلام يعني فدور لك غير مكان تستفيه مايك يعني يعني أتمنى يبطلون هاي الشغلات اللي طلعوا لك مرة الملحد مصري شفت عاملينها صورة وقتل الملحد المصري وفي الأخبار نارشري أشو ثانية وما حط على الحلقة بطل أشفت كنت يعني هتشرف إلا يعني حبل الكذب قصير يعني اليوم قلتوا على فلان مات باتش ما ولا الأختي سويش يا أخوة عماما عب لبسينا عقال وواحد قيل عليه ما شاء الله نورك زاد يعني شغلوا مخكم أنا مثلا أجي بالكذب أقولكم أنا رجعت للإسلام لما تشوفوني تقولي ما شاء الله النور زاد عليك ووجهك منور ومعرف إيش بعدين يقولك كذبت عليك راح النور يعني اللي قلت عليه أنت ولا أنا مكذب عليك ليش شفت النور علىك بوجهي يعني إنسان ممكن يخدع بكل طريقة فإذا دخلوا للإسلام منا عشرة طلعوا آلاف من الإسلام وإحنا قدامك يعني الدلاء المليانة شوف أنت على كل إن أخوي حكمت على كل إن أخوي حكمت حتى تغير من أسلوبك حتى تجي تناقش وإن كنت رجل تع ناظرنا وجهاً لوجه وتراحشتك ولا تطرح هالأفكار التفاء هاي عائلة أميركية حتى تنقتوا عائلة بريطانية ما أنا عايش بنص بريطانيا ما في غير الباكستانيين والعرب الجرب هن المسلمين هون يعني أنا ما شفت واحد عيون زرق والله داخل الإسلام غير من الحسالات اللي بطلعهم السجون يعني ما في غيرهم هدول بالسجن هن ذات نفسهم مجرمين لما بيشوفوا هالإجرام مغلف بشكل قدسي مثل الدين الإسلامي بصيروا مسلمين يعني لأنه الغريزة الإجرامية جواتهم هاي هي فالإسلام يعطيهم هالقدسية لإجرامهم فضل حكمت عفوا بس أرداء عقب عليك اللي رفيقيت في كتير ناس بالسجن ممكن يكونوا أسلموا بس مع مين؟ مع ناس مجرمين مثلوا يعني بالسجن يكون فاتل أو شيء مسلم يقول له يقنع بالدين ويسويه مسلم يعني يقول له الدين جميل ووردي يعني قاتل خلى قاتل يسلم يعني أنت تتخيل بعد يعني كثير منهم اللي يسلمون أكثرهم بالسجون لأنه يكون هذا بسيج جريمة هذا بسيج جريمة فهذا ما عنده فقط زيادة فيجي يقنع بالإسلام دينه جميل دينه حلو تدخل حوريات وتدخل الجنة وإشاء الله بالضبط مثل صدر الإسلام يعني لما أسلموا الصعاليك لما الصعاليك هن هن أصلا كانوا العمود الفقري الفقري لجيش محمد يعني الصعاليك هن اللي كان عليهم الحمل الكبير مجرد مجرمين قطاع طرق أسلموا ونصروا محمد فهدول هن الذات نفسهم الصعاليك المرميين بالسجون الأوروبية بدخلوا عليهم بهالفكر الإجرامي بغلفوا بهالمقدس هذا فالمجرم هذا أصلا هو مجرم يعني ذاتيته نفسيته مجرمي فبيتقبل بكل سهولة يعني إنه إله أو في قتل ودم يا السلام ما أحلاني أنا معناته أقتل وأعمل الويلات ولكن بدون رادع نفسي حتى هل رادع نفسي هذا منه بيروح على كلنا أنا كنت حابب أعرض أشياء أخرى بصراحة عن دين محمد هذا تبع محمد الفيفي أفندي ولكن أظن الوقت ما رح يصعفنا إذا في عندك أي تعقيبة أخر أخي أبو الحكم قصد التعقيبة خيط أوكي يعني طريقنا اليوم غايتين من صوت البقرة فأتمنى اللي اللي من صدقني يروح يراجع تفسير من كثير ونشوف هل إنه قال إنه تم تفسير من كثير ولا لا وإذا أنت قابلها دينك يتشر بالسيف فأنت تكون عندك نفس التبكير ونفس النفسية نفسية محمد فإذا أنت ما قابل هذا الشيء أتمنى منك تفكر بعقلك مجرد فقط بعقلك تترك العاطف فقط تفكر فقط بعقلك هذا الشيء صحيح ولا لا إنه الدين ينتشر بالقوة يعني فالدلائل جبنا لك يعني شيخ المفسرين يعني هو هذا من كثير فالاعتماد عليه مثل بخاري يعني هو شون بخاري هو بخاري بالأحاديث هذا من كثير بالتفسير فأتمنى إنه تقرأ وتتأكد وإذا لقيت هذا الشيء ما يقبل الإنسانيتك أتمنى تفكر ما أقولك تترك فقط فكر فكر إنه هذا الشيء صحي ولا لا وأشكر أخي جان يعني طالي مجال أحتي هذه الحلقة كمان وأشكر كل المعلقين والأخوة اللي اتصلوا وأشكر جميع اللي شاهدوا الحلقة ورح أشوفكم باتشر ساعة التاسعة متاعاً أتمنى للجميع ليلة سعيدة بدءاً من أخويا جاني أشكرك أخويا بالحكم طبعاً أنا أحب أذكر أصدقائي وأحبائي يعني أنا أشكركم كثيراً على المتابعة وأشكركم على الجهود اللي دعمتونا فيها بصراحة وبدون جهودكم يعني نحن منا شغلة بصراحة لا أنا ولا أولا حكم لا غيرنا يعني لو لا أنتم فبشان هيك أنا بتمنى كمان منكم يعني بتعملونا دعم أكبر من هيك وخلي الأصدقاء إصال صوتنا للأصدقاء يعني متل ما بتعرفوا قناتنا متل ما بقول وليدة الساعة يعني كثير صغيرة هالله وياريت نكبر حتى نوصل صوتنا لكل الأصدقاء وكل الناس يعني تعرفوا أنتو الصلاعمة نجحوا في غلق قناتنا العئيسية القديمة طبعاً هي الأصدقاء اللي بيدخلوا أول مرة وبيشوفوا هالحلقة نسمعوا كل هالكلام أول مرة بتمنى الاشتراك بالقناة وتوزيع رابط القناة حتى نقدر نرجع عن لملة من المقول ولي ضي أعمام الأصدقاء وترجع الحلقات متل أول يعني متل الحلقة هيك يعني أربعين مشاهدة لازم نكون سبعين أقل الشي يعني هاد المتعودين عليه فبتمنى منكم أصدقائي يعني تشتغلوا معنا وتدعمونا لأنه فيكم نكبر وفيكم نقدر نعمل الشيء حتى نوصل صوتنا للناس على كل نبكرة الساعة 8 رح يكون معنا عنا مناظرة في هل هل إسلام هو دين الله الحق بين الأخ حكمة الملحد الزنديق مع الشيخ المسلم أحمد سلمو طبعاً أنا بتمنى حضوركم بتمنى تشجيعكم بتمنى تكونوا معنا ونستمتع ونستفيد كلاتنا من المناظرة هاي هي هي متل ما أقوله فرصة للحوار لنفهم كيف المسلم يفكر والمسلم خلي يفهم كيف منفكر يعني ما هو شاء بس يجي حطنا فلان أسلم وفلان علام وكله حكي كذب 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 يعني ولفه دوران على كله أشكركم كثير أصدقائي وأشوفكم بكرة وسعيد بلقائكم شكراً كثير لك أبو الحكم وشكراً لكم أصدقائي إلى اللقاء شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم